واحد الاخ الرئيس في الجمارك يشتغل من السبعة وخمسين وابنه شهيد الان طرد من وظيفته شهيد في الغزو ابنه شهيد والان طرد في واحد بدون من شهداء جامع الامام الصادق عليه السلام عبد الحميد الرفاعي الان حتى اسمه مو مسجل في مكتب الشهيد هو الوحيد البدون اللي استشهد من ضمن الشهداء جامع الامام الصادق عليه السلام صاحب السمو لطالما اهتم بقضيته واعطى توجيهات ولكن مع الاسف لم تنفذ هذه التوجيهات واحد وكان في الكويت من زمان وموجود ويستحق الجنسية مع الاسف